السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على حلال الناس أحبتكم أنكم تتعلمون بحياتك في اليوم من اليوم في اليوم سنة تتعلمون على الفيديو من يتحدث في النساء في أفريقيا ، أتحدث في ملايس من قبل هذا الفيديو كانت تجريد من جي يو ترمكسي شكراً لك وكراً لك اشتركوا في القناة هذا الفيديو هو من دعوان ونقرأ في القناة في القناة إنك تريد أن تشاهده لذلك لا تفترض للمشاهدة لنبدأ في هذا الفيديو إِنْسَدْ أَفْرِكَ الهواء يأتي في القناة عندما تانيا ومتها ناغلا تنظر مرحبا ومشاركة ومشاركة روح جمع جمعي سعيد ملاء المشكلة اليوم يجل أن يتحرك لكي أخير من الملاء السلطر 6 أحياناً مباتي كمالي ساعة ملايين تلك الملاء المدرسات المدرسة كثيراً كبيراً كبيراً في المنزل 16 سنة أكثر 60 أشخاص من الواضعين لمدة 60 أشخاص من المنزل إلى مكان المنزل للغاية مثل كفافة الفاتس أين تتعيب الآن أنا محاولة كمتابة أذن 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 أظن أصدقاء بجدارات كل محاولات من شخص كمتابة للمنزل إن كانت تحسين كما ترى كما ترى كما ترى الناس من أجل الملتعات موسيقى 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 هل يمكنك أن تذهب إلى أمك يا أبي؟ أنا أأتي أعطي 5 منطقات أعطي 5 منطقات أرجوك إنها تذهب بسرعة وإنها تتعلم بعض الأشياء لذلك أنا أتبع المنزل عندما أعمل فيديوات وإنها قلت وقلت لأنها تعلم أنني لا أستطيع أن أقول لها لذلك هي الحمد لله لا أتبع المنزل قيب العلليس القصير الماعدة ساحة المنزل حبيث يكن كيب العلليس عليك حسنًا أبتك والمقادة ساحة المنزل والملك قاعدة مواقع المنزل أقرب المنزل أحى أن التعقل دست Áس لا تلم имеى المترجم للقناة هذه التعبيرات والسلائية ونحن موجود من كل مرحلة التعبيرات ونحن محلية نحن نعلم أننا نحن نجمع هذا ما نعلمنا في الثاني ولكن ما أشدت أن هذه التعبيرات التي أصدقت من الدولة من الدولة كانوا في الوصف وكانوا محلية سبحان الله سبحان الله سبحان الله انه وصبحهم سبحان الله سبحان الله كمتلك الجمع برؤسس خاصة الى هذا المدرذان رباق شكرا كل شيء يدخل مع مددينة إفريقيا لاحقك لأنه منذ نحن مباشرة أيها العام كل شيء يحدثون لأطمئة بأي شخص من الدينية إلى الحرب من مدينة لأفراق من الميتين حتى سأسف سأعبد باسم بسبب جيد إسلام ليس فقط كأملاً ليس كأملاً بإشارة إلى النهاية لكن كإلك كمؤaro شخص ولكن لدين مدينة كمم يممتع شيء يحب أن أصبحت بذنًا فلسل لكنني أبدأ أبدأ في مجرد مني مجتمع. إن كنت تحت أفعلنياً. عنية، أنت شiod جديد. سمعت إلى المواقبات بمجراء عددًا في عدد كيما ملائيين أمضاً التعود لل بها بصوترات فيها منصف لمدالية. أشعرت علينا أن نتفرض بنا لأن كل من نلتقل أن نلتقل بنا المسلحة ونظر أن نلتقل بنامونا إليهمها. نحن لدينا بتربية الأمر والفضل من القدرائي. رجل في مجرد. حلتنا نحن 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 ما أستفادتها فلو كنت أحب في كل مكان يريد أن يكون المتحدة أذهب إلى المكتون والمدرسة والمجرد الكثير من الواجبات التي تشغيل أن تحصل على الهدفة والبعالية ورمية لأن هذا هو كنت أريد أن نفذ ذلك I think that a lot of people have now started delving into their own past and finding out was my family really that good, was my family really this, was my really good and yeah, it seems to be making some kind of a difference somewhere For those in the Cape Malay community, most of their narrative is passed down through word of mouth In Bokarp, one woman is the memory keeper I was born in this house, my parents lived in this house and all the children were born in this house This is my mother and my youngest brother, he lives in London, he's a school teacher and this is my father's sister It was this wonderful feeling of one family and that is something really great As the informal community archivist, she has tales and photos to go with them I always wanted to know more about the history of things and reserve things for one day I've always been collecting things and keeping that is my eldest sister and husband In our culture, we still have this sort of togetherness and that's why I'm still very attached to this area of Korpulka Still living here, still enjoyment Beautiful That's really really interesting Subhana Malay is like basically people descending from Indonesia or taken to South Africa Like who would have known But I guess like they said that Dutch also occupied South Africa, Cape Town at that time So people who were against them in Indonesia They basically took him and send them there And you know those people were being treated as slaves in South Africa in Cape Town But in reality they were actually you know people who were educated who were against the occupation Who were royalty and they were shipped over and now they're just basically trying to find their identity It's sad but at the same time SubhanAllah you see because of that one brother Islam started in South Africa So you know some stuff happens for a reason Right that Islam went there because he was basically taken and then he started writing SubhanAllah Qur'an from his memory And then started the first library as well as that much it's really really cool guys Thank you very much for suggesting it I hope you guys found this video interesting as well If you did then please smash that like button And subscribe to the channel if you'd like me to check out any other interesting and cool videos You can put it in the description below and as always thank you very much for all your love and support I hope you guys have yourself a wonderful day take care yourself and your family inshaAllah I'll see you guys in the next video take care and wassalam I'll see you next time